المولى الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن الشريف هذا السلطان الذي اعتلى عرش البلد في عهد العهد يعرفه بالإمبريالية الأوروبية هذا إفريقيا وآسيا في وقت كانت فيه البلدان الأوروبية في أوجي مجدها وبلاد المسلمين في أقصى حالات ضعفها لسيما في العهد ديال وجميع أنحاء إفريقيا أصبحت تزخر تحت الاستعمار وظل المغرب البلد الوحيد المستقل مما جعله تحت أنظار خمس دول أوروبية على الأقل وضيف على ذلك الحروب الداخلية بين القبائل والتمرد على سلطة المخزن ولكرما كل هذا استطاع المولى الحسن يحافظ على استقرار وتماسك الدولة هذا الحلقة لا نرى قصة حياة السلطان الحسن الأول بل نرى قصة وفاته لشكلة اهتمام بالغ لدى المؤرخي المغاربة والأجانب في ذلك العصر واليوم حيث هذا الحدث يكون له ما يعرفه بتأثير الفراشة على المغرب والسبب فيما نعيشه اليوم بعد الفاصلة نرى نوقع الحركة أو الحرقة هذا المصطلح اللي راج في المغرب منذ القرن السادس عشر وهو الحملة العسكرية اللي كيقودها السلطان بهدف جمع الدرائب وإخضاع القبائل المتمردة السلطان الحسن الأول طوال 21 السنة من الحكم دياله قام فيها بـ 21 حركة احتخذ لقب عرشه على صهوة جواده شي لما كانش سهل بالمرة بحيث أن الحسن الأول كان يقيمه في ستة أشهر في عاصمة من عواصم أقاليم الإمبراطورية الشريفة وكي تقرب لك الصورة تخيل السلطان كان دائم بترحال مع زوجاته ووزرائه وعائلاتهم وزيد عليه الخدم والعبيد وبلما نساوه قرابة عشرة آلاف جندي حلقة الصور المؤن والسلاح والعتاد والخيام لكي توفر الملاذ والحماية لهذا الجمع الغفير من الناس لسيما أن السلطان يقيمه مدة في منطقة شديدة الحرارة ومن بعدها يمشيه منطقة شديدة البرودة كل شيء خاص يتم دراسته بعناية قبل انطلاق الموكب السلطاني في الحملة وهذا شيء يقع على عاتق واحد الوزير كيتسمى بالعلاف الكبير اللي أصلا اسم علامه السمى وخد شوفك يضحك ولكن كان لقب رسمي في السلطانة المغربية يطلقوا على الوزير المكلف برواتيب الجيش وتزويدهم بالعتاد والمؤن حل المخطأة ذي الحفلات اليوم تكتعطي غير رقم الناس اللي يتحضر وهو يتكلف ليك بالتامان وحجم الطعام واللوازم وسبق لي تحدث عليه في حلقة مكونات السلطانة الشريفة اللي تقدر ترجع ليها لتكتشف العديد من المعلومات ومعلومات أخرى الجانبية التخطيط ذي الحركة يستفد منها الحسن الثاني لما خطط للمسيرة الخضراء مسيرة في محل صحراوي اللي لابد كل واحد جاي يدور عن يمينة أو الشمالي القلمة باش يشرب مسيرة اللي مضمون في حسابه حتى لقيده حتى الشمع يتقع بإرسال جمع غفيرة مني الناس وواحدة من أكبر المسيرات في العالم وما يجعلها فريدة من نوعها أنه رسل 350 ألف للسكان ذهبت لمنطقة خلاء غير صالحة للحياة وسيتم توفير لهم كل صبول الراحة دون أن يقع حادث إصابة أو وفاة أو وباء المهم نكمل لك اشتد المرض على السلطان وعلى فراش الموت كان شاغله جوش حويش الأول هو مستقبل البلاد اللي يعصف عليها رياح الاستعمار وكتزاد حدتها مع كل باعتته زور المغرب والشيء الثاني هو ابنه الصغير اللي كان محبوب عنده يخاف عليه كونه كان أصغر أبنائه وهو عارف منه يتوفى أي خليه المصير مجهول كيف ما قلت لك في الحلقات السابقة أن نظام السلطانة في المغرب كان يرفعوا درجة السلطان وحده ويهملوا البقية وبما أن المولى عبدالعزيز مجرد أمير وليس مقدرا له أن يكون السلطان فيستغل بأحمد الفرصة ويقتعر على السلطان على لماذا لا تكتب وصية تعين فيها مولي عبدالعزيز وريطا على عرش هكذا تضمن له مستقبل آمن وذلك لي دير السلطان رغم أن السلطان عنده بالفعل وريط للعرش هو مولي محمد الذي كان أكبر أبنائه وأكثر خبرة وحكمة واستحقاقا للعرش ولكن هذا الشيء تم بسرية كاملة من قبل الحاجب والحد الساعة سلطان والحاجب وحدهم لفرصهم المخطط موسيقى توفي السلطان المولى الحسن عن عمر 58 سنة في هذه اللحظة الخبر ضل في حدود الحاجب أحمد وبعض العبيد الذين واجبهم يقتادوا يكونوا في رفقة السلطان هل يدخلوا عليه الماكلة أو يوجدوا الفراش وزيد على هذا الشيء السلطان لا توفي في قصرفاس أو أي من القصور بل في منطقة نائية تقريبا قرب واد العبيد هو يمر على مقربة من جبال أطلس في أرض تادلة يعني ذلك المنطقة فيها متمردين أو ما يعرفوا ببلاد السيبة وكيف يخرجوا منها بدون ضجيج لكي لا يهجموا عليهم القبائل التائرة أو لا يوقع إنفلات وسط الجيش ماذا الفكرة التي تأتي بالحاجب؟ سيطلق خبر عن طريق مدير التشريفات الذي كان حتى هو عارف بكونه الناتق الرسمي باسم السلطان وإعلان أن السلطان يحس بالإعياء فلا يستطيع أن يخرج عندهم وسيتباحث مع المستشارين بالخصوص المواضيع الراهنة في الخيمة كما جرت العادة دائما وأحضر الحاجب الوطائق التي خاصها تتوقع ودخلها للخيمة السلطانية من بعد مدة يخرج عند الحاضرين بالإجابات الموقعة بالخاتم السلطاني وأمر مدير التشريفات أنه يجب أن يتم حمله على فوق عربة وصدحت الأبواق والحرس يرددون لا يطاول في عمر سيدي وبدأ الموكب في التشكل وما كان يتوقفه غير لأجل تناول وجبة الغداء وكان يتم إدخال الصينية إلى خيمة السلطان غير من قبل العبيد المكلفين بهذا البروتوكول ومن بعد يخرج مدير التشريفات أن السلطان كل وجبة الغداء يأخذ قسط من الراحة ويأمر بيتحرك الموكب وهذا أصبح بشكل متسارع عكسا ما كان في السابق كانت فترات الراحة أطول ويصيرون ببطء لكن هذه المرة أصبحوا يصيرون بشكل أسرع سيتمزالون في بلاد السيبة إذن في بلاد مكانك يصيروا 50 كم في النهار أصبحوا يصيرون 100 كم في النهار بل وحتى الحاجب قام بإرسال مجموعة من الفرسان المسرعة إلى الرباط التي قضعت ما بين 150 كم في النهار لكي تم تهيئة استقبال السلطان وتنصيب السلطان الجديد على العرش ولكن بعد يومين قادرين يخفيوا السر حيث الجثة تفرش القادية وبدأت تفوح منها رائحة التحلل ولسيما أنهم كانوا في عز الصيف شيء الذي يسرع هذه العملية فخرج ببا أحمد وإعلان أن السلطان توفى منذ يومين اختار النجل تاعو الشاب ملاي عبد العزيز لكي يكون وريط العرش الجديد في الرباط وكذلك هؤلاء الفرسان الذين يرسلوا قاموا ببتل خبر لكي تطمئن الناس ولم يقع تناحوا للسلطة فعلى الرغم من مخطط الحاجب ببا أحمد بل إنقلاب على ولي العهد ملاي محمد ولكن يستطيع انجز العملية بكل إتقان لسيما في وقص الكل ينتظر سقوط الدولة المغربية وأرجاء البلاد التغلي وبعد يومين آخرين للترحيل وصل الموكب إلى الرباط والجتة متحللة والموكب في حالة يرتالها كيف موصف ملي عبد العزيز للصحفي والتر هاريس لأصلا ألف كتاب حول هذه الحادثة وأحداث أخرى تحت عنوان المغرب الذي كان كونه كان مقربا من المولى عبد العزيز في القصر مهم كيف موصف له المولى عبد العزيز أنه احتل بغير ما قدرش تستحمل الرائحة بعد ما استغرقت للرحلة خمس أيام في حر الشهر يونيو وما زال ما كملت مهمة وصول الجتة حيث حسب التقاليد المغربية ممنوع بشكل قطعي مرور جتة عبر باب من أبواب مدينة مغربية والكل استواسي في هذا الموضوع ولو كانت جتة السلطان لمكانش استثناء والحل اللي يلقاوا قاموا بحفر التقب في الصوري المدينة وقاموا بتمرير الجتة عبره ودخلوا للقصر تحت تحية وهتافات السكان المدينة وتم دفن السلطان أخيرا في قبره وقبل هذا الشيء ببضع أيام لما أرسل الحاج بهذه الفرصان التي ذكرت لك كان في نص الوقت أمري تم اعتقال ولي العهد والصدر الأعظم الجامعي وأخوه العلاف الكبير الشيء اللي ما خلاهمش يكونوا في استعداد تام باش يواجهوا إنقلاب الحاجب حيث لحد ديك الساعة ما كانش في خبارهم أن السلطان مات ورغم أن المناصرين لمولاي محمد حشدوا قواتهم ولكن الأوان فات وما حشدوش ما يكفي وجرى محاصرتهم قبل ما يصلوا لبقيات المناصرين وهذا نجعله في حلقة خاصة في سلسلة الحروب الأهلية المغربية حول الصراع أبناء الحسن الأول اللي كانت نزاع بين خمس أماراء واحد منهم اعتقل وآخر كاد يصبح السلطان ونجح في ذلك تقريبا وتعتبر هذه آخر حرب أهلية قامت في المغرب ترجمة نانسي قنقر